تعتبر المئة يوماً الأولى في عمر الحكومة من أهم الفترات التي ستتجسد فيها تكلفات رئاسة للحكومة الجديدة فيما هي الملفات التي ستصدر أولويات عمل الحكومة الجديدة أبرز تلك الملفات والتحديات نستعرضها في سيق تقرير التالي ملفات متعددة ومهمات حيوية تنتظر عملاً جاداً من الحكومة الجديدة للانتهاء منها في ضوء ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي التي طالق بالجمهورية الجديدة الأمن القومي المصري يتصدر الأولويات وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وهي أمور اعتادت مصر على مواجهتها ويتطلع الشعب المصري لاستمرار نجاح في هذا الصدد باعتباره ضرورة لما بعده من ملفات تشمل تعزيز المشاركة السياسية وإلى الاهتمام الكافي لملفات المتعلقة بنمط معيشة المواطنين تعاقب الأزمات الاقتصادية العالمية فرض على مختلف الدول تحديات تستوجب إعادة ترتيب الأولويات الداخلية وأوجه الإنفاق وهو ما يتطلع المواطن المصري لاستمراره ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي إطلقتها الدولة بنهاية عام 2016 وتحقق أهدافها وعلى رأسها تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل مختلف الجهود لخفض معدلات التضخم وأسعار السلع وضبط الأسواق في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات ومع اعتماد مصر بناء الإنسان استراتيجية أساسية لتحقيق المستهدفات يتطلع المواطنون لاستمرار تعزيز الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني بما يضمن ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي وهي أسس لا غنى عنها لبناء الوطن ويرتبط بناء الوطن بعوامل أخرى من بينها مواصلة العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في كامل أنحاء الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين وفي مقدماتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكافل وكرامة إضافة إلى مختلف مشروعات الإسكان الموجهة لمختلف فئات المجتمع التغير المناخي وما يرتبط به من زيادة معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض يسهم في تعزيز وعي المواطنين بارتباط ملفات البيئة والطاقة وهو ما أدركته الدولة مسبقاً وكانت استضافتها لمؤتمر كوب 27 ومبادرة 100 مليون شجرة ضمن دلائله وتتعظم مستهدفات المواطنين بشأنه عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتسريع واترة التحول الأخضر مع حل أي مشكلات طارئة بشأن السيطرة على فقد التيار الكهربائي ملفات عدة ويبقى الشعب المصري هو الرقم الزهبي في آلية تنفيذها ذلك الشعب الذي يدرك تمام الإدراك ما تمر به المنطقة والعالم من أزمات قد تؤدي إلى بعض المشكلات العارضة ويعي أيضاً بما يتربص الوطن من مخاطر فتجده يضع دوماً ودون تردد مصالح الوطن وأولوياته فوق كل اعتبار